يمثله هذا القرار بأنه سيمهد الأرضية لصنع مجال سياسي جديد غير ذلك الذي ضربته الميليشيا بانقلابها قبل عام ونصف من الآن فبالتالي نحن اليوم عندما نتكلم عن عودة الحكومة الشرعية ومؤسساتها وإلقاء اللقاء الثورية والمجلس السياسي وإلى آخرين من أجراءات الانقلاب إلى صنعاء والحديدة وتعز نحن هنا نتعامل مع المدن الرئيسية في اليمن وبأن هذه المرحلة الأولى التي ستتواجد فيها الحكومة الشرعية بكامل مقدراتها ومن خلال مؤسسة يتم تعيينها من قبل الرئيس هادي تشرف على عملية الانسحابات والتسليم السلاح سيعود الحراك السياسي إلى اليمن وستعود تلك الحوارات والمناورات التي كنا نسمع بها من قبل فبالتالي فعلا هذا ما تم إعلانه أمس كان خطوة متقدمة جدا لربما تبشر بواقع أفضل بالرغم من أننا لدينا تحفظات أنه لا زال كثير من القوة لأن ما زلنا نسمع عن رفض الطرف الآخر وحتى لو وافق الطرف الآخر يعني من تجربة امتدت على مدى فترة طويلة ما الذي يضمن فعلا التزامهم حتى لو وافقوا؟ طبعا هنا تأتي المسألة الأهم المبعوث الأممي لم يكن جادا في تاريخ رعايته أو إدارته للمشاورات في اليمن كما كان جادا البارحة نحن استشعرنا منذ الأمس بأن الرجل يريد أن يصل إلى حل سياسي حقيقي وشامل من خلال الخطوات التي أعلنها في وثيقة الاتفاق فبالتالي اليوم عندما نتحدث عن الضمانات ستكون 45 يوم هي الضمانة الحقيقية لتنفيذهم مثل هذا الاتفاق وعن جماعة الحوثي لا يمكن أن نصل معها إلى أي ضمانة معنوية أو حتى مكتوبة حقيقية نحن لا يضمن جماعة الحوثي لدى الحكومة اليمنية اليوم سوى التنفيذ والتنفيذ الأغيرة طيب ماذا لو استمر الرفض الحوثي يعني ربما المهلة حتى السابع من أغسطس نحو أسبوع ماذا لو لم يأتي الجواب بالإيجاب من قبلهم إذن نحن نتحدث هنا أصبحنا اليوم عن فشل الحل السياسي وإمكانيته مع جماعة الحوثي وعلي عبد الله صالح وبأنها ستكون خيارات الحكومة والتحالف العربي ومن خلفه المجتمع الدولي بشكل عام ستكون هي خيارات عسكرية بحته تتضمن الحصار وأيضا العمليات العسكرية في الميدان وإلى آخره ولربما تطال أيضا عدد أكبر من مؤيدي علي عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي بعقوبات دولية تمنعهم من السفر والخروج وأنا أعتقد بأن جماعة الحوثي وعلي عبد الله صالح إنما تنفست الصعداء هي من خلال هذه العملية السياسية التي تمت في الكويت ومن قبلها في جينيف وبيال واستطاعت أن تخرج إلى العالم وتتناقش معه وتلتقي وتلاقح أفكارها لكن إذا ما أصرت على رفض مثل هذه المبادرة التي أعلنت مؤخرا فإنها ستحكم على نفسها بالحصار المؤبد حتى انتهاء هذا الانقلاب الحاصل هنا السؤال على ماذا تعول جماعة الحوثي ما الذي يسندهم بهذه الطريقة حتى يستمروا بمسلسل التعنت حتى مع هذا التطور الأخير لا جماعة الحوثي هي حركة مراهقة سياسية هي لا تمتلك أي أفق سياسي وبالتالي لا تنظر إلى المسألة بأنها لديها مثلا تعويل على مواقف دولية أو إلى آخر نحن من خلال مراقبتنا لحركة الحوثية منذ 2004 إلى اليوم نرى بأنها جماعة تميل دائما إلى الوقوع داخل الحصارات وتنتظر إلى مدة معينة تتغير فيها المعطيات بشكل عام لربما هم اليوم يراهرون على تغير معطيات الدولية لربما أن هناك وعود لهم من قبل حليفهم في إيران بأن يتم الضغط أو محاولة تسريب السلاح أو محاولة الضغط على التجمعات الدولية لإصدار مواقف منددة هم اليوم يحاولون أن يصدروا المظلومية الموجودة في الداخل على أن هناك حصار على اليمنيين وأيضا قرائم ضد البشرية يحاولون ترويقها للضغط على التحالف العربي لفك الحصار الحاصل عليهم وهذه مسألة طويلة الأمد هم على فكرة من النوع الذي يتقن الصبر بشكل كبير جدا لربما يتحملون مدة طويلة ويعذبون الشعب اليمني معهم من أجل وصول إلى أهدفهم السياسية نعم أشكرك جزيل الشكر من الكويت البحث السياسي اليمني أسامة الشرمي شكرا جزيلا لك